اه من اقتناء 14 شحنة من القمح والشعير بالتحديد 358 الف طن 109 الف طن قمح صلب 161 الف طن قمح لين 88 الف طن من الشعير وظومة مع هالقرض هذي عطات البرد لبلادنا هيبة باثنين مليون يورو لويش لتحقيق خارطة خارط طريق الدعم وتنفيذ هيكلة القطاع ديري فورم في قطاع الحبوب وتطوير ولا تعسير ديمان الحبوب معناها الهيبة فيها زوز جوانب الهوما الهيكلة متاع القطاع هذي يتخدم عليه لفهو ونصف من المتحدة داخذة وزراعة وفما هيكلة ولا تطوير ديمان الحبوب واللي يخدم عليه مكتب استشارات دلويت هنا الجزء الثاني اللي هو تعسير ديمان الحبوب فيه ثلاثة مكونات مكون لول التزود والتصرف المخاطر والتصرف المالي المكون الثاني التحول الرقمي المكون الثالث الحاكمة الداخلية والأبروش جونر هنا وين وصلوا؟ هنا في اللي نحكي على الجزء الثاني مكتب الاستشارات هذية دلويت واللي خذيته البرد هالجوز الهيم حذر إلى بريباري للفترة أوت 2023 جوية 2026 فيها تحليل الوضعية الحالية المقترحات برنامج التنفيذ وتنفيذ الاصلاحات ومعنى كيفاش ترقع تاع هالريفورم هذوما الجوز الولاني اللي هو هايكل القطاع الحبوب في تونس لفقه مع وزارة الفلاح وبعض الجهات المانحة قاعدين يخدمون وعملوا فريق عمل قاعد يخدم على الاصلاحات متاع قطاع الحبوب في بلادنا لفهو تخدم على زوز محاور اللي هما دراسة معمقة القطاع الحبوب في بلادنا واللي باش تعطي مقترحات لتحسين سلسلة القيمة متاع الحبوب في بلادنا وفي اطار التقييم اللي لفهو تعمل فيه عملة محاكاة لفاق الفلاحة في تونس للعشر سنين جايين هذي حسب نموذج لفهو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذي النموذج اجي لينك الكوزيمو النموذج تخدم مانا ولا تخدم به لفهو لوسيديو باش يعملوا النشرة السنوية كنت ذكر حكينا عليها متاع لفاق الفلاحية لبرسبكتيف اغريكول هنا يفهم عدد سيناريويت اللي يوريوا الانتاج لاستهلاك وتجارة الحبوب في بلادنا في العشر سنين جايين وهذي الكل يصلح للتخطيط متاع السياسات المحور الثاني اللي تخدم عليه لفهو فيهم مراجعة دقيقة معناها معناها المراجعة الدقيقة للنفقات العمومية المخصة للتغذية والفلاحة خدموا وعملوا تحليل للفترة الفين وثمانية الفين واثين وعشرين لفهو بالتعاون مع البرد وديمان الحبوب وزارة فلاحة قاعدين يحضروا في ملتقى في آتولي ان شاء الله بش يكون في الاسابع القادمة وبش يقدموا في النتاج متاع الزوز ازاي هذوما وان شاء الله نرجو ونحكيو عليه باكثر تفاسيط ان شاء الله هذي شنو بش نعملو كيما كل جمعة مشروع جديد ونرجو على المشروع هذي وبعض المشاريع الاخرى شكرا لك اه انيس وشكرا زيادة طبعا الكل ديوفنا اللي كانوا موجودين معنا وكل فريق اللي كاننا